و أنت تعد فطورك فكر بغيرك لا تنس قوت الحمام انطلاقا من قول الراحل محمود درويش أقول و أنت تستعد للعيد فكر بغيرك لا تنس المحرومين العيد فرحة و من حق كل من أن يفرح و يفرح تحديدا الأطفال ما استطاع إليه سبيلا ولكن سأجيز لنفسي الدعوة إلى أن نمد يد العون بالقدر المستطاع إلى الحالمين من الأطفال في أن ينالوا ولو القسط اليسير من وجه الفرح فالتضامن مع أولئك الأطفال المحرومين ليس بحرمان أطفالنا فرحتهم بل بإفراح المحروم تماما كما التضامن مع الجائع ليس بتجويع أنفسنا بل بإطعامه والتضامن مع المريض المحتاج ليس بتمريض أنفسنا بل بمساعدته على الحصول على الدواء من حقنا جميعا أن نفرح لأننا في أمس الحاجة إلى ما ينسين بعضا من الهموم و أن يضمض بعض الجراح في عالمنا العربي المثقل بما لم يعد يتحمله الصخر فمن أكثر ما يحزن هو مستقبل أطفال محرومين وطنا محرومين أمنا محرومين استقرارا وازدهارا محرومين مدرسة محرومين ظل عائلة يعيشون في كنفيها كما ينبغي فلكل طفل من أولئك أقول غدا وبإذن الله ستنعم بحياة أفضل ستغادر خيمة اللجوء إلى وطنك ستمح النزوح وستقول وداعا للتهجير ستجلس على مقعد الدراسة مثل غيرك من الأطفال وسيأتيك أبوك ومعه هدية العيد التي تستحق وستفرح كما كتب وقدر للطفولة فرحها كل عام وأنتم جميعا تنعمون بأسباب الرخاء والرفاهة والسعادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك ترجمة نانسي قنقر